انت قلتلي انت مش موجود في لاجة الحكام او اتحاد الكرة بيحبش يحطك في موضع المسؤولية عشانت راجل صريحة اه بنفس هذه الصراحة نفسنا نفهم ايه اللي بيحصل جوه منظومة التحكيم اللي المفروض تيجي على المحارة زي ما حالك قلت بص خلينا اكتر وضوح اه اه فيتور بريرل لما جاه داخل على النت وشاف مين الحاكم اللي ممكن يساعده في التحكيم المصري فهو اختار جهات جرشة ما عرفنيش ولا عرفه يعني مارك تلاتين برجي عرفني لان احنا كنا مع واضم الرشحين كسعالم وكن معنا في المعسكر دبي وطلع من دبي على السعولية في عرفني تمام فيتور بريرل ما عرفنيش تمام فهو اخترح اسمي حلو لقال له لا ده مش اسمي يعني معنا صح من الاخر مش اسمع الكلام مش هيسمح لبيلنا تدخل مش هي وده ده يحصل فعلا لما همسك مش اسمح عدو مجرس درد يدخل في شغلي مش هيسمح حد يقول لي هاتو ما تجيبش مش هيسمح حد يقول لي عيالي للمطش الفلاني مين ولا عيالي للمطش الفلاني مين ده بيحصل ما بيحصل تدخلات من اعضام مجل الصدارة ده مشكلة كبيرة لو قلو عايزين الحاجة من فلاني ده لمطش الفلاني يا فندم تدخلات صريحة حكم مطش اهلي او زمالي تدخلات صريحة من اعضام مجل الصدارة في الاختيارات مع علاجة الحكام تدخلات مع الحكم يلعب الحكم الإعلاني ده موجود سواني يا كابتن جاد فهو بيحصل لحد الوقت لغض الوقت أنا بقولك تدخلات غير طبعية تدخلات في الكلمة الدولية ده مين يخش ومين ما يخشش كل واحد له ناسه التحكم مش عايز كده التحكم محتاج استقلالية أنا كرئيس لجنة ماسمحش المخلوق يدخل في شغلي ولو حد دخل في شغلي استقلتي موجودة أقعد في ذاتي أشرف لي إن حد يقول له كامل هو ما تعملش التحكم محتاج كوة في الإدارة ده على الأرض مش موجود الكوة مش بالصوت العالي ولا يطلع على تصريحات في الإعلام الكوة في الشغل على الأرض أنا أطلع أقول أننا هجيب لأ حق التحكم لا لا خالص ولا محتاج أكلم في الإعلام يعني أنا بقولك أنا بطلع معك كوات في الإعلام لو لقيتني بكرة أنا أطلع لي قرار في الاتحاد الجديد إن أنا مسؤول على ناجد حكام مش هتشوفني في إعلام طول الوقت هتليني مع حكامي مش هصور صورة ولا هنزل فيديو يعني إعداد الحكام الشغل الموجود في الملعب لا يمكن تشوف لي صورة إعداد حكامي ولا يمكن أن تشوف لي فيديو إعداد الحكام ولا يمكن هتكلم أطلع عملنا وسوينا ما مش محتاج ده أنا محتاج لما الحكم ينزل للملعب أنت هتعرف أنه عملت إيه من أداء الحكم وشغل الحكم في الملعب ده اللي التحكمة ده اللي تعلمناه تحط أفريكا تحدي ده وإنت تقفل على حكامك يعني مفيش مرة في البطولة التحدي الأفريقي قبل البطولة وقبل المعسكر نزلوا صور للحكام وإعداد الحكام ما شفتش ده ولا هتشوفه التحدي ده اللي يمس كلام يعني اللعب اللي حصل أو الخبرات اللي حصل في الاتحدي الأفريقي والدولي اتعلمت ده عالأرض وشغل شغل بروفيشنال بقنا بروفيشنال يعني انت مش محتاج تبقى موجود لجنة معك يبقى موظف في مكان وغطو لجنة ده مش موجود في حتة إلا مصر شكرا شكرا